موسيقى بفهم من كلامك كالتالي أنه يمكن ذكرت مثلا نظمي السعيد ذكرت دكتور خالد الكاركي أعتقد أنه يمكن في ذاك الوقت كان عندهم فكر متقدم أو رأي متقدم مثلا بيحكي أنه ليش الرياضة بتتصنف كأنها مواد لا منهجية متى في مناطقنا ستصنف الرياضة لا هي مواد منهجية وليش نظلنا نحكي على الفنون والرياضة نشاطات لا منهجية لا وفرحنين في حالنا لا وليش ما تكون نشاطات منهجية لتفيد مجتمعنا كيف تعليقك وأسمع تعليقك ومتى بتشوف أنه ممكن نوصل لهذا المستوى أن تصبح الرياضة نشاطا منهجيا ومعتمدا في الواقع في قصة حصلت معي يعني حتى نعمر علاقة بالكلام أنه كيف كانت الرياضة بالسابق الناس المجتمع كانت بيعتبرها شيء ثانوي ومضيعة الوقت بل بالعكس كان يعتبروها أنه عمالها بتخرب الطلاب أو أولادهم لأنه بلهوهم عن الدراسة طبعا هذا أنا يعني بعزي إلى قلة الثقافة اللي كانت موجودة إيانا وقلة الوعي بالنسبة لأهمية الرياضة للإنسان يعني فيه إلي قريب كان قادي بدون ذكر اسمه قادي مشهور في هاتيلك الأيام طلع لي بعثي أنا كنجم بكرة السالة طلع لي بعثي من جزار تربية التعليم أدرس في مصر باكالورستر برياضية فأجا عنا على البيت فبقول لي عمي يعني ما لقيتش غير الرياضة روحوا درس صيدلي ودرس هندسي وكأنه يعني تهم الرياضة قلت له والله عمي أنا بحبها وبنفس الوقت أنا بعرف أنه راح أبدع فيها لأنه رايحها بشغب مع أنه معدلي بيسمح لي أدخل في الكليات الأخرى فشاءت الظروف بعد أربع سنين تخرجت فأجا عندي ببارك لي وكيفي لهذا وكل شي تمام بقول لي بدأ أسألك أنا عملت شبكية قبل سنتين والدكتور بقول لي لازم يتمارس رياضة شو التمرينات اللازم أعملها فجلس جنبي بطريقة أنه صرت أنا شخص مهم بالنسبة له فتخيل خلال ربع سنوات تغيرت الفكرة لذلك أيامها كان المجتمع قاسي على الرياضة لكن الناس اللي عندهم فكر زي ما تفضلت أستاذ نظم السعيد أستاذ طلال منصور ومعالي خالد كارك حتى الآن يعني في لحظة من اللحظات كان هو وزير الشباب دلال إنه هو مقرب من الرياضة ومن الشباب فكانهم الناس بحاربوا حتى يضعوا الرياضة على الطاولة بأنه هي مهمة في الحياة وبالفعل يعني إحنا لما نحكي عن الرياضة إنه جميع الناس لما بيمارسوا الرياضة بيعودوا بإيجابية إلى البيت لأنه إنت لما بتلعب رياضة وبتخلص كل شيء وترجع بتلاقي عندك في شيء هرمون بالمخ بسمه السيروتينين هذا المسؤول على السعادة يفرز بالرياضة فما بالك أنت عم تلعب شيء أنت بتحبه يعني لما أنت بدك تعمل أنت صغير شو بتعمل أول شيء بتعمله؟ بتلعب يعني أنت ولا صغير بتحبي وأنت ولا صغير بتنطنت معناته الرياضة مخلوق في دمنا من البداية وربنا طبعا أعطانا شكل الإنسان بشكل ديناميكي ما أعطانا بشكل استاتيكي يعني كلنا مفاصل والمفاصل يعني فيه تحركة والحركة دائما تكون في حالة رياضة هذا الكلام يجب أن يصل للوعي وثقافة الناس أعتقد أيامها ما كانوا يوصل لهم طبعا ما كان في ميديا ما كان فيه تلفزيون بتشكل المقبل كان على مستوى مردي ما كانش فيه متخصصين لأنه أنا لما طلعت يمكن كان فيه عدد خمسة أو ستة متخصصين تربية رياضية لكن لما رحنا إحنا رحنا 14 واحد وعدنا ومن ثم بعدنا أجيار فأصبح لنا مجتمع رياضي مثقف وهذه طبعا مهمة بدون يعرفوا أن الرياضة ريالتد للثقافة وليست ريليتد للصياعة أو الهملانة والشغلات زي هي أو يعني تعبئة وقت مجدد تعبئة لوقت الفراغ أو تضيع وقت أو تضيع وقت صح وتعبئة وقتفراغه هي تعبئة فراغ إيجابي صحيح الأيام بتعمل ملايين الرياضة نعم منحكي فيه بعدين هذا طبعا منحكي فيه بعدين فألد